موسيقى مرحب بحضراتكم معانا مرة تانية في النور ومصر بترفض تدخل في شؤونها الداخلية يمكن البرلمان الأوروبي وتقريره المهين حقيقة اللي صدر منذ أيام بيتدخل تدخل سافر في الشؤون المصرية الداخلية بيتحدث عن ملف حول إنسان في مصر بقدر به الكثير من المعلومات المغلوطة والغير دقيقة يمكن أعضاء هذا البرلمان كانوا بيصوتوا على قرار يدين القاهرة بشأن ملف حول إنسان في مصر عن تفاصيل هذا التقرير وإلى ما استندوا في كتابة هذا التقرير والمقصود الحقيقة بتشويه صورة مصر في ملف حول إنسان في الفترة دي تحديدا وإحنا على علاقات قوية جدا بالاتحاد الأوروبي ربما مصر بتتطلع إلى ما هو أبعد من ذلك مصر بتقوم بدور قوي جدا وريادي جدا على السحة العالمية حاليا مشاركة الرئيس في معظم المحافل الدولية بصفة رئيس الاتحاد الأفريقي وما إلى ذلك يعني إنجازات موجودة على الأرض لكن على جانب آخر بنجد أن الصيغة اللي بتحدث بيها الإخوان المسلمين ومواقعهم وقنواتهم هي الصيغة اللي تحدث بيها البرلمان الأوروبي عن مصر للحديث حول هذا الموضوع معانا الأستاذ عصام الشيحة المحامي بالنقد والكاتب والمحلل السياسي أهلا بك يا فضل أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أكيد حضرتك تطلعت على هذا التقرير يعني رأيك إيه مبدئيا؟ شوفي عايزة أقولك فكرة حقوق الإنسان دي منظومة دولية منظومة عالمية مصر من أوائل الدول اللي وقعت على مساق العالمي لحقوق الإنسان اللي وقعت على العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية على العهد الدولي لحقوق القصدية والاجتماعية مصر حريصة بشكل كبير على أنها تحسن من منظومة حقوق الإنسان في الداخل على الجانب الآخر لم يكن متوقع من البرلمان الأوروبي بحكم اختصاصه أنه يصدر بيان بهذا الشكل لأنه ليس من اختصاصاته أنه يصدر بيانات متعلقة بحقوق الإنسان لا يمتلك آلية في حالة أن يكون البيان صحيح حتى لا يمتلك آلية لمحاسبة الدول للأسف الشديد إحنا تقريبا بأن خمس سنوات في تربص بالدولة المصرية من جانب بعض المنظمات الدولية من جانب بعض المنظمات الإخوانية أغلبها خرج بر القاهرة وخدوا مواقع في الدول الأوروبية واستطاعوا أن يتواصلوا مع بعض النواب بالذات النواب حزب الخضر اللي هم عملوا مشروع الإدانة وبعدين البرلمان الأوروبي صوت عليه المؤسف في الأمر أن البرلمان الأوروبي بما له برلمان كبير أنه استقم معلوماته من جانب واحد واصطقم معلوماته من منظمات عليها علامات استفهام هل ده غائب ولا مقصود؟ هل ده غائب عنهم ولا مقصود منهم؟ هنفترض لتنين هنفترض الأول إحنا فيه اتفاق عام على إن فيه تربص يعني ما فيهش جدال في ده لكن إحنا كمان بناخد بزهر الأوراق الأول ظهر الأوراق بيقول أن هما استقوا معلوماتهم من منظمات لها مواقف مسبقة سياسية تجاه الدولة المصرية استقوا معلوماتهم من توجه واحد ثلاثة أنه لم يكلفوا نفسهم عنها أن هما يتواصلوا مع البرلمان المصري أو أي مؤسسة من المؤسسات المصرية عشان يتأكدوا من صحة المعلومات من صحة الاتهامات اللي بيوجهوها للنظام المصري صدر البيان وكأنه إدانة في غير موضح السؤال برضو يمكن البعض بيطرحه هل البرلمان الأوروبي جهت إصدار أحكام أو إدانات لتصرفات بتقوم بها دولة تانية؟ شوف هو ليس له اختصاص على الإطلاق لكن فكرة منظومة حول الإنسان حول العالم بتسمح للكسرين أن هم يتكلموا فيه بس لما تتكلم فيها كمان تتكلم فيها بموضوعية تتكلم فيها بحيادية تتكلم فيها باحترافية ويكون عندك معلومات وتكون تواصلت مع الجهات لأنك أنت بتخاطب دولة كبيرة في محيطها الإقليمي دولة مؤسرة في محيطها الإقليمي دولة بتحافظ على السلم والأمن الدولي دولة بتحترم اتفاقياتها الدولية أنت مش تتعامل مع دولة صغيرة يعني أنت بتتعامل مع دولة هي سهمت في وضع الميصاق العالمي لحقوق الإنسان فيبقى من الصعب بل من العسير أنك أنت توجه أو تكيل إليها الاتهامات من غير ما تتحقق من هذه الاتهامات خاصة وأنه الأرقام اللي تكلم عنها في البيان أرقام بعيدة كل البعد عن الحقيقة لم يتكلم عن عقوبة الإعدام ويشير إنها بالألاف ده كلام دولة في الخياد يعني إحنا في مصر من أقل الدول من أقل الدول اللي بتنفس عقوبة الإعدام فهو يتكلم على ألاف ده من الصحيح على الإطلاق كل الأحكام اللي صدر في السنوات الأخيرة رغم الإرهاب الشديد اللي احنا شفناه ورغم الاعتداء على الكنائس ورغم اللي تم في الاعتداء على الأقسام لكن كل اللي تم ده لا يتجاوز 28 حالة في كل الأضايا وكل الجرائم اللي موجود فهو في بعض الأحيان بيبقى الهدف أنه يتوحم أنه هيدغط على الدولة فالدولة تعيد حسابتها في أحكام الإعدام أو في تنفيذ أحكام الإعدام وينسوا يتناسوا أن مصر فيها قضاء ليه سمعة طيبة وأن السلطة التنفيذية لا تستطيع بأي حالة من الأحوال أن تتدخل في أعمال السلطة القضائية بل أن المشرع في قانون الإجراءات الجنائية وفي الدستور المصري حبى عقوبة الإعدام بضمانات صعبة جدا يعني دي العقوبة الوحيدة لأنها لا يمكن تضاروكها لما بيتم تنفيذها طبعا سالبة للحياة إدالها المشرع إدالها ضمانات كبيرة جدا لدرجة أن هي بيتم نقض الحكم حتى ولو لم يطلب المتهم نفسه المحكوم عليه النقد بيدي الحق للنيابة العامة نفسها هنا تنقض الحكم في جميع الحالات بيبقى ليه يعني بيروح لمحكمة النقد مرتين فده معناها أن في ضمانات ده المصريين بينظروا للمحاكمات في كثير من الأحيان على أن في بطء في التقادي وأن ما بقاش فيها رضعي لما بتاخد وقت طويل كل ده هما يدركوه ويعرفوه ويعرفوه كويس جدا ومع ذلك الهدف غير النبيل بيبقى دايما وراء مثل هذه البيانات هو التأثير في القرار السياسي أو التدخل في الشؤون الداخلية للدولة لأننا كمان نتفاجئ على الرغم من أنه تم الأبض على عدد ليس بالقليل في مخلفتهم لقانون التظاهر لكن تلاقيهم هما بيتكلموا على أربع خمس أشخاص بذاتهم وبعينهم يعني وكأن هما دول اللي تم الأبض عليهم وكأن الآخرين دول ما كانوش أرض للأبض يعني إحنا نقدر نربط مدين الأحداث الأخيرة في مصر ورغبتهم في إثبات أنه في بعض معاونيهم أو مثلا بعض الناس اللي هما كانوا شايفينهم رموز للمدافعين عن حق الحريات في مصر دول اللي مثلا البعض منهم مقبوض عليه مثلا أو البعض منهم عمل مخالفات تستوجب أن يكون دلوقتي حاليا بيتحاكم ده رد فعل على ما يحدش؟ شوفي الأمانة تقتضي أنه لما تيجي حتى لو أنت منصفة أنه يكون بيانك في حيادية يعني لكن هذا البيان كان بعيد عن الحيدة والنزاح فبيزب عنه الطمعين ما قاش فيه طمعنا ليه؟ لأنه القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة لما تيجي تتكلم عن القبض يبقى تتكلم عن الكل لما تيجي تتكلم عن مخالفة قانونية ما تتكلمش على الثالث أربع ما تختارش شخص أو اتنين وكأن دول لو تم الإفراج عنهم أو حيمايتهم من جانبك يبقى ما فيش انتهاك لحكول الإنسان وما فيش مخالفات تمت اللي عايز يتكلم في مجال حقوق الإنسان يتكلم من القاعدة العامة المجردة اللي تبقى منصفة إلى الكل لكن عايزة أقولك أن السبب الرئيسي لهذا الهجوم في الوقت الراهن هو أن مصر ستقدم تقريرها يوم 13 نوفام وإحنا كمنظمات مجتمع مدني أعدينا العدة على أننا سنعمل سايد إفينت وفي نفس الوقت الحكومة ستقدم تقريرها صباح يوم 13 إحنا عاملين يوم 12 ويوم 13 ويوم 14 تعليقا على التقرير وأنا شخصيا طلعت بعض عناصر التقرير على الصحيط الخاص بالأمم المتحدة وقدر أقولك أن الدولة كانت واضحة جدا وكان فيه شفافية جدا وقالت أن عندنا بعض القصور في بعض الإشكاليات وفيه تم حلها وبنأمل أن نتجاوز كل المشاكل والعقبات التي تقابل حالة حقوق الإنسان في مصر المدهش أنه الاتحاد الأوروبي أو البرلمان الأوروبي تناسى وهو بيوجه نقده لمصر أن أغلب هذه الدول عندها مشاكل في مجال حقوق الإنسان وإحنا شفنا على الشاشات لما أصحاب السطرات الصفراء شفنا في باريس كيف كان يتم التعامل معهم والأبضى عليهم وحبسهم وما إلى ذلك وما كانش فيه أي بيان بيصدر من البرلمان الأوروبي بيدين أي تصرف من التصرفات طيب وفي الوقت نفسه هم مش شايفين ما يحدث في سوريا ما يحدث يعني اللي بيحصل في تركيا اللي بيحصل من قطر اللي بيحصل في ليبيا يعني كل دي جرائم وانتهكات لحقوق الإنسان هم بيتغفلوا عنها وبيحاولوا بس يتسيادوا لمصر قبل ما مصر تقدم تقرير لكن أنا لدي يقين على أن مصر بتسير في الاتجاه السليم بتحاول قدر المستطاع أنها تعمل نوع من التوازن بين المحافظة على الاستقرار وعلى الأمن اللي بننشده كلنا وفي نفس الوقت لا تجهور على حريات المواطنين لكن النظرة الفاحصة يقولك أنه هناك رغبة شديدة للتدخل في أحكام القضاء المصري وعشان كده احنا شفنا أن كانت لهجة البيان شديدة جدا من البرلمان المصري كانت لهجة شديدة جدا وكان رد سريع ورد عنيف مش معتاد في الدبلوماسية البرلمانية لكن ده لأنه التدخل أيضا كان سافر بالزبط البرلمان كمعبر عن المصريين المصريين استفزهم بشكل كبير جدا صيغة الاستعلاء في التعامل مع الدولة المصرية صيغة فرض الهيمنة على الدولة المصرية وكأننا لسه دولة مستعمرة من أحد دول الاتحاد الأوروبية طيب ونحن نتحدث عن رؤية مصر الملف حول إنسان واللي تم إنجازه على الأرض اللي هيقدم في التقرير يوم 13 نوفمبر المقبل ألم يكن هذا مقلق بالنسبة للبرلمان الأوروبي أنه الحقيقة خلال أيامها تكون ظهرة من خلال تقرير بتقدمه مصر يعني بأدلة بإثباتات بإجراءات بإحصائيات بعيدة كل البعد عما قيل في التقرير خاص بالبرلمان الأوروبي حقولك حقولك يعني ربما يكون من المدهش نحن نعرف إنه تقرير مصر بالفعل تحط على الصيطة الخاص بالأمم المتحدة وهم طلعوا عليه وشافوه وهم جاهزين بتدخلاتهم يوم 13 يعني أي دولة حيكون لها رغبة للتدخل أو التعليق أو التوصية حتعمل دوت يوم 13 فما فيش حاجة مستخبية أنت عندك نوع من الشفافية في السنوات الأخير وإحنا تأخرنا وقت طويل في أن نقدم التقرير ده وعلى الرغم من الظروف اللي مرت بها مصر في العشر سنوات الأخيرة لكن مصر كانت حريصة على أنها تساهم بتقريرها وتنقل في حالة حقوق الإنسان كما هي في مصر بشكل حقيقي وبشكل موضوعي وكل مؤسسات الدولة تشاركت في أنه يكون البيان معبر تعبير حقيقي عن حالة حقوق الإنسان في مصر فهم مدركين أنك أنت رايحة بالحقائق لأنه أبسط سؤال إحنا بنوجهه لهم لما يقول لنا أننا عندنا حالات إعدام تم تنفيذ حالات إعدام بالألاف أول سؤال يطرح نفسه تحت أمرك بس قدم لي أنت كشف بالألاف اللي أنت بتقول عليه قل لي مين هما بالزبط الطبيعي لا يصلح بأي حالة من الحالات أن تبقى الاتهامات جزافية يعني يقول لي أن عندك ألف حالة إعدام يقول لي أسماء الناس لما أنت عارف أنهم ألف قدم لي الأسماء أنا المعلومات اللي عندي أنهم 28 لأن أسماء هم موجودة وموجودة في مصرحة السجون وموجودة في مكتب النائب العام أنت لما تقول لي رقم أزيد من ده عليك أنك أنك تقول بأمين قال بأينا على ما ندع ففكرة الاتهامات الجزافية لم تعد مقبولة لأنه قبل كده للأسف إحنا كنا بناخد هذه التقارير ولا نعلق عليه لكن لقينا مع الوقت أن حصل نوع من التغول وهم تصوروا أنه على رأسنا بطحة حقيقة الأمر إحنا ما فيش على رأسنا بطحة وإحنا أمورنا واضحة فالبرلمان الأوروبي للأسف الشديد أنه الجماعة الإرهابية بتمتلك أموال ضخمة جدا وبتمتلك علاقات ببعض المؤسسات الإعلامية وبتدعم في بعض الأحيان بعض المرشحين لبرلمانات فبيعملوا بيعملوا زي مافيا في بعض الأحيان النواب دول اللي بيطلبوا أو بيقولوا على بيانات خاصة في مصر ما عندهمش أي معلومات عما يحدث في مصر لكن بياخدوا نفسي يعني إحنا حقدر أقولك بشكل واضح البيان اللي صدر عن الاتحاد الأوروبي هو ترجمة البرلمان الأوروبي هو يعني ترجمة حقيقية لمفاوضية حول إنسان أبليك أخذ البرلمان أخذ البيان وأعد سياقته وحقيقة البيان ده نفسه هو ما تتدوله اللي صدر من المفاوضية من شهرين أخذوه هم بقى يعني لأن الجمعيات والمنظمات المحسوبة على الإخوان المسلمين بتاخد البيان وتعيش سياقته فلو شفنا البيان بتاع الفيدرالية الأخير هنلاقيه هو صورة تبقى الأصل من هذا البيان وهو بيان إحنا علقنا عليه وأدناه وفندنا ما فيه لأنه الدولة المصرية في السنوات الأخيرة أصبحت تتعامل باحترافية شديدة جدا وبموضعية مع مثل هذه التأرير فلما بيصدر بيان وفيه أرقام لغة الأرقام لا تجذب وشفنا أنه قبل كده المكتب النائب العام نفسه رد على بيان لأحد المنظمات الدولية وفند البيان بالأسماء بالأرقام بالتواريخ وكانت النتيجة أنه هذه المنظمة شعرت بخجل شديد ومع ذلك لم تعتزر فالجديد في الأمر بقى أنه نتفاجئ بأن البرلمان اللي ملوش اختصات لما نقول للمنظمات الدولية ربما لها خصص حوية إنما ده جهة ليست لها صف ده جهة مهمتها الرئيسية هي أن نتقرب المسافات ما بينها وما بين الشعوب ما بين البرلمانات بعضها حتى لو هم شايفين أن فيه تجاوز فعليهم أن هم يناقشوا هذا التجاوز مع البرلمان مش مع الحكومة أسأل سؤال يمكن لي علاقة بفكرة الدواير الخارجية يعني إحنا دلوقتي علاقاتنا جيدة بالاتحاد الأوروبي بنبني علاقات مع كل دولة على حدة بشكل جيد وبخطة سريعة مش بطيئة ليه الدواير دي مش مرتبطة ببعضها يعني خارجيا البرلمان الأوروبي مالوش علاقة بالاتحاد الأوروبي مالوش علاقة بأنه إحنا مع كل دولة بنبني علاقات قوية وجيدة وجيدة في الأونة الأخيرة شوفي إحنا فيه علاقات استراتيجية ما بين مصر وما بين الاتحاد الأوروبي ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ما بين مصر وروسيا ما بين مصر يعني لنا علاقات استراتيجية كبيرة مع الدول الكبيرة والكيانات الكبيرة لكن ده لا يمنع أنه يبقى فيه من حين لآخر أوراق ضغط بتستخدم بهدف تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية يعني إحنا بنبقى مدركين أنه السبب ليس الحفاظ على حقوق الإنسان يعني بدليل أنه فيه انتهاكات حقوق الإنسان داخل اتحاد الأوروبي بالضبط داخل دول الاتحاد الأوروبي بنفسها لكن البعض بيحاول يستخدم هذه الورقة لتحقيق مكاسب سياسية مصر في السنوات الأخيرة لم تعد تقبل أي عيمن ولم تعد تقبل التدخل في شؤونها الداخلية ولديها رؤية واضحة وستراتيجية واضحة هي تحترم الموثيق الدولية هي تحترم الاتفاقات الدولية هي دولة فاعلة في محيطها الإقليمي وفي المجتمع الدولي مصر حتى في أزامتها نفسها لا تقبل بأي حالة من الأحوال التلويح بالقوة دائما تتمسك بأنه فيه اتفاقيات وإحنا شفنا رغم الشح المائي اللي بتعاني منه مصر ورغم الضغوط اللي بتمارسها أسيوبيا لكن هتلاقي مصر بتقول إحنا بنتمسك بالاتفاقيات الدولية بالاتفاقيات السنائية بدور الالتحاد الأفريقي بدور للأمم والتحدة هو ده العنصر الرئيسي لدولة محترمة إنها بتتمسك بالاتفاقيات الدولية فمصر ما خلفتش أي اتفاقيات الدولية اللي أشار إليها البيان لكن البيان نفسه يعني مليء بالأكاذيب مليء بالمعلومات غير الصحيحة بعيدة عن الموضوعية لأنه الأمر كان يقتضي التواصل على أقل تقدير التواصل مع المنظمات المصرية العاملة في مجال حول الإنسان آه مش المنظمات اللي بتديكوا معلومات مغلوطة بس يتحقق منها المعلومات دي صحيحة صحيحة ولا لا وقدر أقولك إنه هما بعد الرد العنيف من جانب الدوائر الشعبية المصرية الممثلة في الأحساب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وفي القلب منها البرلمان المصري هما بدأوا يقولوا أصل حزب الخدرة هو اللي أقدم البيان وتم في عجالة ده معناها بالضرورة إنه كان فيه عجلة في إنه فيه سرعة في إنه هما يقولوا البيان ده بهدف مناصرة أطراف هم محسوبة عليهم وفي نفس الوقت هو متصور إنه بيحرج الحكومة المصرية قبل ما تقدم تقريرها على اعتبار إن دي وقعة تمت بعد التقرير ما وصل للأمم المتحدة طيب إحنا دلوقتي المفروض إننا بعد هذا الرد من البرلمان المصري الرد الشديد اللهجة ودوائر أخرى زي ما حباك قلت تقدمت بردود عنيفة جدا على هذا التقرير واجبنا إننا نعمل إيه لأنه أكيد التقرير اللي صدر عن البرلمان الأوروبي تم تدويله إحنا معايزين مش عشان نحسن الصورة الزهنية بتاعتنا فقط إننا نعرض الحقائق لكن كمان علشان إحنا نكون سابقين بخطوة مش دايما إحنا رد فعل شوفي عايزة أقولك الأول إحنا المفروض على الرغم من الردود اللي إحنا ردنا فيها لكن أنا أتصور إن رد موضوعي رد احترافي يزر يعني إحنا ردينا رد سياسي عنيف لكن ده لا يمنع كمان إن إحنا ناخد البيانات اللي صدرت داخل التقرير ونرد على كل على كل فقرة فيها مع العلم مع العلم إن إحنا عارفين إنه البرلمان الأوروبي ليس له ليس له صفة في التدخل لكن إحنا نتعامل مع المعلومات اللي هو قالها ونبين كذب وعدم صحة هذه المعلومات عشان تبقى رسالة لأي منظمة دولية أو جهة دولية لما تفكر إنها تستقي معلومات ترجع للدولة المصرية أو ترجع للجهات المسؤولة المؤسسات الدولة المصرية قبل ما تصدر هذا البيان نمرت 2 إن إحنا كمان لدينا رؤية ولدينا استراتيجية في الوقت الرهن خاصة بحقوق الإنسان وبتتشكل لجنة برئاسة وزير الخارجي المصري في الوقت الرهن هتكون مهمتها أنها تضع استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر في السنوات القادمة فإحنا فكرة تحسين حالة حقوق الإنسان داخل الدولة المصرية فكرة من صميم الوطنية المصرية يعني مش بنعملها دلوقتي عشان نرد كرد فعل لضغوط لا حقيقة الأمر لا إحنا بنفكر فيها من 2014 وإنه في رؤية وفي استراتيجية للدولة المصرية لبناء فكري جديد خاص بحقوق الإنسان والمحافظة على حقوق المواطنين في المرحلة القادمة نمر الثلاثة إحنا علينا كمان نوعي المواطنين بفكرة حقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان نمر الثلاثة إنه على منظمات المجتمع المدني المصرية العاملة في مجال الحقوق الإنسان هي اللي تتصدى لمثل هذه التأرير وتكشف كذبها يعني كذبها قبل حتى ما الحكومة ترده قبل ما البرلمان يرد على اعتبار مين اللي هي رأى البيانات دي شوفي دلوقتي التقنية الحديثة سهلت مهمة إن الكل يقرأ لأنه نستطيع إنه كمنظمة مجتمع مدني عنده خمسين أو مئة إيميل لبعض الشخصيات العالمية أو للمنظمات الدولية يستطيع إنه هو يبعث له يفرد واقع يعني ما لأنه يستبق حضرك تقصد يعني إحنا من المؤكد إحنا بنستبق يعني يسيبك من إنه إنه إحنا بس يعني اللي حصل إنه فيه رد فعل قوي لأنه البيان كان فيه تعسر وكان مستفز وكان المصريين بطبيعتهم يعني ما بيحبوش صيغة الاستعلاء لأنه الفترة الاستعمارية أثرت فينا فأول ما نلاقي كده حد بيتكلم كأنه هو واصع علينا يعني بتتحرك النخوة وبيتيل القصف المباشر لكن على الجانب الآخر إحنا دلوقتي أغلب الجامعات بتدريس حقوق الإنسان فيه منهج خاص بالمواطنة وحقوق الإنسان إحنا عندنا دستور في 2014 أكد لأول مرة على أنه التفايات الدولية جزء من القانون المصري المدى 93 بتتكلم على أن مصر كل المواصيق والتفايات الدولية اللي وقعت عليها ملزمة وتعتبر جزء من القانون الوطني أنت حسنت من حالة حقوق الإنسان بشكل كبير جدا أصحيح كان عندنا ظرف استثنائي في السنوات الأخيرة وإحنا كلنا أدركنا أنه العمايات الإرهابية بصفة مستمرة اللي بتتم وإنت خيارة المصريين في مرحلة من المراحل بين الاستقرار في الشارع أننا نستطيع أن ننسل وولادنا ينزلوا وزوجاتنا ينزلوا ونبقى مطمئنين عليهم في الشارع وبين حالة أنه يبقى فيه نوع من الرفاهية لحرية الرأي والتعبير فعملنا قدرنا نوصل متأخرا لحالة من التوازن أننا نضمن لتنين نضمن أن نبقى فيه حق للمواطنين في مرحلة حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع وشفنا لما تغير الشباب طلب من الرئيس أنه تغير قانون الجامعيات الأهلية لأنه كان بيقيد العمل للأهل وشفنا وتم الاستجابة في خلال 60 يوم كان عندنا قانون جديد وهم في نفس الوقت كانوا بيهاجمونا يعني كل المنظمات الدولية والبرميل كله كان بيهاجم عشان العمل للأهلي ولما صدر القانون وجه القانون مطابق للاتفاقات الدولية ربما أفضل لم يسني أحد ولم يتكلم أحد عن الإنجاز اللي تم إحنا نمشي في خطين متوازين الخط الأولاني إن إحنا نحاول قدر المستطاع إن إحنا نصحح من الصورة الزهنية لدى الآخر عن حالة حقوق الإنسان في مصر وفي نفس الوقت إحنا نحسن حالة حقوق الإنسان في مصر بالمشاركة يعني مشاركة المصريين ولما يبقى فيه أي قصور إحنا نتير إلى هذا القصور ونحسن من هذا القصور شكرك جزيلا أستاذ عصام شيحة المحامي بالنقط والكاتب والمحلل السياسي شرفتنا وشتير الحمد شكرا لحضرتك وشاهدينا بشكركم جدا على متابعة حلقة النهاردة وبكرة إن شاء الله حلقة جديدة في النور أصباح على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر